لما تتكلم عن الغنى تعرف أنه الغنى والغناء بيجري في دم المصريين يعني مش جديد أبداً على المصريين الصوت الحلوة والغنى والاحتفال والحفلات بكل أشكاله لو مسكنا خريطة مصر كده وأخدناها من الشمال للجنوب وشرق وغرب هتلاقي كل محافظاتنا فيها تراث غنائي وفيها غنى وفيها أشكال مختلفة من الغنى وكمان معها أشكال مختلفة من العصف وإقاعات كمان مختلفة إذن في الغنى في مصر حاجة مرتبطة جداً بالمصريين وعلشان كده أنت دايماً بتلاقي في كل المحافل الخاصة بالمصريين لازم تكون الأغنية لها دور كبير وده اللي خلى كمان يمكن يعني شهور الصيف هي الشهور المحملة بالغنى يعني حفلات واحتفالات وهو لاي جداً على التقصي المصري أولاً عندنا من الأماكن ما يغرينا من إقامة الحفلات عندنا من المهرجانات المصرية القديمة اللي لها تاريخ طويل جداً إنك تحتفي وتقدم أصوات غنائية عندنا كمان المواهب الغنائية لأنه مصر واللادة واللي بنا مصر كان في الأصل حلواني فاللي بنا مصر كان في الأصل حلواني بتأكده تماماً مهرجان العالمين مهرجان العالمين الحقيقة عامل جو شديد جداً وعمل تقصي لو كان عندك الفرصة وكنت متجه في الساحل وبالقربة حتى من العالمين حتى دون الدخول للمهرجان أنت هتحس من أول الطريق بالبهجة شكلها عامل إزاي وانت ماشي في ودي النترون هتسوف الأبراج وهي ملونة وتحس بالبهجة البهجة كمان مرتبطة بالعصف والفن والغنى فده شي جميل ولهذا السبب تحديداً أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الأعلمية إذاعت حفلات مهرجان مدينة العالمين الجديدة للترفيه وطبعاً ده تقديراً منها وإيماناً منها بأن الترفيه مهم جداً وده ضمن قنواتها وبرامجها المتنوعة وتماشياً كمان مع سياسة الشركة الهدفة لتقديم خدمات متميزة للجميع لأفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها وده طبعاً حاجة جميلة جداً لأن أنت وإنت قاعد في بيتك هتحس أن العالمين أنت موجود فيها مش لازم تكون موجود هناك لكن المتحدة للخدمات الأعلمية قررت أنها تاخدك كمشاهد وتقولك اتفضل معنا وتابع كل الاحتفالات في أي مكان أنت موجود فيه على خريطة جمهورية مصر العربية منذ دقائق زي ما أنتم متابعين على الشاشة في العشرة مساء على قناة الحياة سي بي سي إذاعة الحفل الكبير للنجم متحط صالح والنجمة ريهام عبد الحكيم فطبعاً تقدروا تتابعوا جداً في نفس الوقت بيذاع الحفل الضخم للنجمة تامر حسني على قناة دي أم سي وكمان سيزاعف العشرة من مساء غد بإذن الله الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة أون فإذاً حتستمتع بأصوات جميلة جداً متحط صالح ريهام عبد الحكيم تامر حسني أحمد سعد مع قنواتنا المختلفة دي أم سي أون سي بي سي والحياة وحتشوف كل يعني كل واحد حيختار زوءه كل واحد حيختار يحب يتابع إيه ولكن أهلاً بكم جميعاً في العالمين في أي مكان أنتم موجودين فيه سواء على الشاشة كمشاهدين أو موجودين في الساحل أو موجودين في منطقة العالمين طيب